نروح بقى احنا معانا تشكيل نادي الزمالك لو ممكن نستعرضه على الشاشة عشان بس نتكلم بالتشكيل ونتكلم على شكل نادي الزمالك مع جوزيجو ماز المدير الفاني البرتغالي الجديد ونحاول نحلل اداء نادي الزمالك في التلات مباريات اللي اتلعبوا مع الرجل البرتغالي وتأكيد بكل تأكيد نادي الزمالك شكله اختلف لو ممكن بالزبط طيب على الشاشة كابت اسلام ده تقليبا التشكيل النادي الزمالك ربما يبقى حيواجهنا به ودي المجموعة للعب الجداد النادي الزمالك جابهم خلال شهر يناير الماضي وغير به شكل الفريق تماما عن نسخة نادي الزمالك في اخر تقليبا سنتين نحن عارفين برنا نادي الزمالك كان بيعاني من نقطة انه ما عندوش قدرة على التعاقد بسبب الاقافات اللي كان بتمس القد بتاعه في اكثر من فترة انتقالات بسبب مشاكل المالية اللي كانت عنده مع بعض اللاعبين نادي الزمالك تشكيل الاقرب حتى يعني في المباريات الجاية محمد صبحي الزنالي بيلعب على اليمين اليمين ومسلوسي وعب مجيد دول اتنين مساكين وحما فاتح طبعا من باك الشمال وحمد الشاحات طبعا اللاعب القادم من طلع الجيش ولعب ممتاز جدا جدا كالهوف ديفندر بشكل سنائية مع دونجا وبيلعب قدامهم لحد ما عبدالله السعيد وعبدالله سعيد عايزين هنتكلم عليك كتير لان عبدالله سعيد مأثر على ناصر ماهو عايزين نفتكر الحط ايه بالزبط عشان اتكلم عليها كتير دلوقتي عبدالله سعيد وناصر ماهو ناصر ماهو بيطار جزيجو ماز ان هو يلاعبه على الشمال ويهي طبعا ناصر منس بيلعب راس حربة هو او اوباما ويهي طبعا زيزو اكيد محتل مركز الجناح الايمين انا ممكن اقدي تعليق على الحلتة ديه كابتن اسلام وكريم هي جوزي جومس في الثلاث ماتشات اكتر لعيبة اللي هتحس ان هم سابتين معاه ما بملعبش ما تغيرش يعني الجون حتى تغير يعني الصبحي لعب ماتشين وعواد لعب ماتش تتكلم في المسلوسي وعبد المجيد وزيزو والسعيد ودونجا وعبد الله السعيد اه دول في الثلاث ماتشات هم موجودين معاه وبيغير يعني لو دول خمسة بيغير بقى الستة تانين ممكن حسب ظروف المباراة ارجع بقى النقطة مهمة جدا وبرده يعيت لو بس ممكن نسيب الصورة على الشاشة عشان نشرح للسادة مشاهدين عبد الله السعيد بلعب حاليا مع النادي الزمالك صانع اللعب هو رقم 10 وبالتالي صناعة اللعب في الملعب بدأت تخرج من عند زيزو وتروح لعبد الله السعيد عبد الله السعيد جابت اسلام عنده مشكلة ان الوركريت بتاعه بسبب عامل السن مخليه بطيء للغاية ومخليه واقف طبعا عبد الله السعيد ايه الميزا اللي عنده الفجن عبد الله السعيد الرؤية رؤية عنده ممتازة رؤية السكان بتاعه للملعب اكثر من ممتاز والباسنج سواء القصير او حتى الباسنج للطول طيب اول ما بيتحرم من الحتة دي ايمن شكرا عبد الله السعيد اوتو فليل طيب احنا قدرنا خمس داعيه اوكي سب سريعا طيب الوضع اللي عنده عبد الله السعيد نصف اللي بيتفرج على تلاث مطشاط نادي الزمالك قدام الاسماعيلي قدام ابو سليم قدام الداخلية هيلاقي نادي الزمالك كان اكثر اعتماده في الهجمات على القراط العرضية رغم ان الفريق كان بيرعب في صفوفه زيزه وعبد الله السعيد وناصر ماهر لما بدأ اساسي مبارد اخي قدام الداخلية هستثني بس اللي شاف مطش الاسماعيلي لما ناصر ماهر نزل كبلاي ميكر ورجع عبد الله السعيد كاسونائي في خط الوسط مع دونجا ناصر ماهر لعيب اذا لعب في مركز صانع اللعب لازم يتم الاحتراس منه كتير جدا جدا كابتن اسلام ليه؟ ناصر ماهر سنا طبعا متحركا عبد الله السعيد خفيف وعنده نفس الرؤية ممتازة جدا وعنده سروب باز شوفنا عمل سروب باز في مطش الاسماعيلي كان مميز جدا ففجة نزل الشخصية عبد الله السعيد او لعب بلاي ميكر من الاساس مع نادي الزمالك وطبعا واضح انه هيلعب دي ميزة نادي الاهلي انك هتكبر نادي الزمالك يلعب زي مطش الداخلية مطش الداخلية نادي الزمالك